الاهل اتفق مع فريق سان جورج الاثيوبي انتم عارفين الاهل هيلعب في دور ال32 مع فريق سان جورج الاثيوبي اتفق مع نادي سان جورج ان المطشين يتلعبوا في القاهرة مطش الزهاب ومطش الاياب يتلعبوا في القاهرة وطبعا فريق سان جورج في مشكلة في الملاعب في اثيوبيا اللي هي الملاعب مش موافقة للشروط الكاف فبالتالي ما يقدرواش يستضيفوا مطشات في اثيوبيا فاتفقوا أن مباراة الزهاب تتلعب في القاهرة يوم 24 سبتمبر ومباراة الإياب برضو تتلعب في القاهرة يوم 30 سبتمبر والحل ده كمان هيساعد لجنة المسابقات في ربطة الأندية المحترفة أن الأهلي بعد ما يخلص مباراته مع التحاد العاصمة يقدر يلعب ماتش في الدوري الممتاز قبل يوم 24 يعني يلعب يوم 15 وممكن يوم 19 أو 20 يلعب ماتش في الدوري الممتاز وبعدين يوم 24 يلعب مباراة الزهاب في دور 32 مع فريق سان جورج وزي مقلت لكم الماتشين هتلعبوا في القاهرة مباراة الزهاب يوم 24 مع سان جورج ومباراة العودة يوم 39 أو 1 أكتوبر مباراة العودة بإذن الله مع فريق سان جورج في دور 32 لبطولة دوري أبطال أفريقي برضو الاتحاد الأفريقي أعلن عن حكام مباراة الأهلي وسان جورج يوم 24 سبتمبر حكم حيكون منتشاد اسمه ألفريد أرمي أرمي ومعه برضو الاتنين مساعدين منتشاد بوجالة عيسى وموسى حفيز والحكم الرابع برضو منتشاد عبد الكريم عثمان يعني تقم تحكيم منتشاد هيحكم مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي إن شاء الله يوم 24 في ذهاب دور 32 لبطولة دوري أبطال أفريقي